حلم العودة إلى المنزل بعد فراق دام أكثر من عامين تحقق للعمل زار بعد أن تم يعادة إعمار داره من قبل منظمة الـ UNDP لكنه تفاجأ بعد تساقط الأمطار بدى المنزل وكأنه حوض سباحة نتيجة عدم إتقان العمل من قبل المنظمة على حد قوله نحن نقل ثمرنا بالإيجارات من نقبل أيسر يعني ما رحمونا السوق من البرمات مثل ما واحد يعني هاك اللزق اعمل ثلان شي يعني يشتوا على كيفهم على كيف مزاج مالهم يعني ذي غرفتين من شناهم من هوني لو ما غزلوا تعفل لكم ماله لا عملوا مكانهم غرفتين وش الثاني كان البيت واسع يعني أخذوا من هوني يقلقوا الله حتى مستقامة هذا اللي آخر حيطنا المال الجيران هذا هو مالي طعون للجيران نحن ما أزلوا بشيطة مطلق نجيبينه هوني هاي لقاء القبضة يمجينا ليش كان هذا الملقى كله يشغي وليس ببعيد عن منزل العم نزار وجدنا شخصا آخر ينظر إلى جدار منزله الذي انهار هو الآخر بسبب الأمطار حيث بلغت تكلفة إنشائه ما يقارب الأربع ملايين دينار ليبقى يندب حظه العاثر في العودة إلى المنزل كلف هذا الحائط على حكيه أم المهندسين قال لي أربع ملايين ومئة وخمسة يشرف هو حياة متكون من جلس وحجر بنونه بالأساس من بنونه الحد ما أنهار بوى المطاية هو يدوس 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 الحد ما أنهار ووقع الحائط أنا غدا أرجع على باتي أرجع على باتي لأن أعيش بضيقة بغرفة وحدي الله وكيلك الله وكيلك الفاغ يلعب بي يلعب ما يقارب ثلاثة عوام مرت على تحرير الموصل القديمة إلا أن نسبة السكان العائدين إليها لم تتجاوز إلى حد الآن الخمسون بالمئة نتيجة الدمار والخراب الذي طال منازلهم حيث من أصل أربعون ألف معاملة تعويضية لم يتم تعويض إلا ألفي شخص ما دفع السكان باللجوء إلى المنظمات الدولية بغية إعمار منازلهم وعلى الرغم من رفض محافظة نينوى بمنح مالية من قبل المنظمات الدولية إلا أن السكان هنا في الموصل لم يلمسوا أي شيئا منها من ذات المدينة قاسم الزيدي التغيير